اشتركوا في القناة هنبدأ كده الاول بحل الاسئلة اللي هي خاصة بالكلمات وطبعا ما انتش محتاج ان انا افكرك لو اعجب واخل الفيديو استفدت منه ما تنساش تدعمنا باللايك والتعليق والشير واشتراك في القناة لو بتشاهدنا الاول مرة نمبر وان هنا بقولي يعني من الادب بعد كده يعني بقولي لما تحب تسأل سؤال لازم انتعمل ايه لازم انترفع ايدك الاول الكلام ده من الادب ويه الفعل بقى اللي بيجي معه هو الفعل يبقى عندك حاجة اسمها معناها ارفع ايدك الاعلى يبقى بنعمل ايه لصحابنا من الشباك عشان نقول لهم الى اللقاء يبقى اكيد احنا بنشاور لهم بادينا ويدية اللي هي كلمة ويف واللي معناها يلوح او يشاور بيده نمبر ثري بقول ا او ان بعد كده يعني هو طائر كبير بيطير عالي وبيشوف بشكل كويس ده تعريف طبعا الايه الايجل اللي هو النصر لكن طبعا مش هيبقى الهن اللي يد الفرخة ولا الدبك البطة ولا الكناري اللي هو عصور كناريا الكلمة اللي احنا نختارها بيقولي هي تعني النباتات الحيوانات البحر وكذا وبعد يجب ولي اللي هي من حولنا طبعا لما تجيب بص على كل الحاجات دي كل الحاجات دي اللي هي الطبيعة اللي ربنا خلقها وطبيعة يعني بعد كده الاسئلة الخاصة بيه كتاب وكمان الاسئلة اللي هي جاء من الامتحانات السابقة دي اسئلة في غط الاهمية نمبر فائب معانا بولي بعد كده يعني هل جيد هل من الجيد ان انت يكون عندك هوية تمارسها طول الوقت يبقى ايه الفعل اللي المفروض مرتبط بكلمة هوبي برافو اللي هو دو عشان احنا عندنا حاجة اسمها ايه يعني يمارس هوية لكن هنا جاب الفعل دو بعدها نمبر سيكس بقول لي السوها يعني السوها ما بتعملش ايه ما بتصنعش ايه ما بتقومش بايه ولكن هي بتتكلم مع صديقتها يبقى هي ما بتعملش ايه طبعا هتبص على ميكها لان ميك بتيجي معا كلمة فيديو يبقى اقول هنا ان هي ما بتعملش مكالمات فيديو بس هي بتتكلم صوت يعني مش شرط ان هو صوت وصورة لا هي بتتكلم الى صحبتها او صدقتها نمبر سبن من الكتاب اللي هو كتاب الوركبوك هي اس وبعد كده اقايت ويقايت يعني طائرة ورقية طبعا الطائرة الورقية بيجي معا الفعل فلاي فبالتالي هنستخدم هنا ايه فلاين هي اس فلاين اقايت وبيطير ايه الطائرة ايت هاز وبعد كده under the tree يبقى تحت الشجرة هيعمل تحت الشجرة ايه بقى اكيد جالس تحت الشجرة ويجلس طبعا اللي هو الفعل ست يبقى احنا نستخدم ايه ستن سبحان اللي معانا بعد كده ونومبر ناين معانا بقولي life in the city الحياة في المدينة is وهنوصفها بصفة بعد كده from life in the country with the country اللي هو الريف طبعا اكيد الحياة في المدينة مختلفة عن الحياة فين في الريف او القرية يبقى معنا كده احنا عاوزين كلمة مختلف لها كلمة different لكن احنا لما جينا نشوف فيه جدول اللي هو بتاع الكلمة اللي هو الكلمة عاكسها زي ما شفنا في الفيديو السابق واللي انت لو فاتك ايه درس وعاوز الشرح بتاعه او حل اسئلة كتاب المعاصر اوجام انزل عطول في الوصف اسفل الفيديو اللي بتشوفه هتلاقي كل الكلام ده قوامل التشغيل موجودة بالتفصيل احنا قلنا بس ان الاختلاف مبين ان الاختلاف البنين بانver 3 اللي هما التلاميذ يجب ان هما يرتدوا دير سكول ايه وبعد كده كل يوم دراسي يبقى اكيد يرتدوا زي الموحد اللي هو المدرسي وطبعا زي الموحد ده اللي هو برافو اللي هو يونيفورم يعني مين اللي هو دائما بيكون ايه طبيعي الجو بيكون ايه في الصيف طبعا بيكون هنا ايه صني بيكون مشمس ايه وط وبعد كده اف يبقى انا عاوز اقول لك طبعا احكيد ل what kind of هنا معناها ما ايه ما نوع القصص اللي انت بتحبها لكن ايه يعني عم يعني ارتفاع اللي هو بعد كده يبقى انا عاوز اقول لك احضر لي مشروب مياه مشروب مياه يعني اجيب لي كوبات مياه زوت ما ايه كده هن يبقى معنا كده ويحضر يعني يحضر يعني يعني منائز وبعد كده في الموبايل او التلفون بتاعها هي بتلتخط صورة سيلفي يبقى هي اكيد بايه بتبتسم في تلفونها اكيد هتضحك ويبتاخد الايه الصورة ويبتسم يعني سمايلين انما اللي في الاول دي اللي هاجه من الفعل ده معناه يشم يشم حاجة و هنا الماضي بتاع تيتش معناها المدرس علمنا او الدرس لنا بعد كده يبقى علمنا ازاي نعمل او نكون اسئلة ويكون اسئلة اسمها برافو ميك كويشنز سكستين بيقول لي هنا سواء استوكن يعني سواء بتتكلم بتتحدث بعد كده هيرفون عدى مومنت في زر لحظة طبعا هيرفون هيرتابلت الحقيقة اللي هي الاجهز دي بيجي معاها في الجرر اون يبقى اول تاكن اون هيرفون بتتحدث ايه اون هيرفون في الموبايل بتاعها كده احنا خلصنا حل الاسئلة اللي هي على الكلمات هنبدأ بقى دلوقتي نحل الاسئلة الخاصة باللانجوج او الخاصة بجزء الجرامور اللي هو بالكلم على المضارع المستمر الكلام ده طبعا معنا من اول بيج 193 مية تلاتة وتسعين نومبر ون بيقول وط وبعد كده عارفين انت الكلمات تدلع المضارع المثال اللي انت لازم تحفظها زي اسمك عشان مهمة جدا طبعا بما ان هنا انا بتكون سؤال ففي السؤال الشطار احنا بنجيب قبل الفعل اوكي قبل الفعل يبقى احنا هنبص هنا على اللي هي جاية فيها ايه قبل الفعل اللي هي هتقول التنبودية ما تنفعش ولكن لا ما تنفعش لان دي بتستخدم في الجمل لكن مش في السؤال و اللي هي ما ينفعش عشان ده ماضي احنا بنتكلم من من علامات المضارع المستمر و اللي هي يعني اليوم النهاردة هتبص كده تلعني فيه موجودة سواء او مش هيفري معاك الفكرة ان هو الفعل هاجي بعده مضاف له عشانك هو المضارع المستمر يبقى يعني هي اللي هتعمل في المستشفى اليوم number three is he وبعد كده an email برضو نفس الكلام مع وجود اول ما تشوف is و am و are اولا فيهم سؤال او جملة مذبتة او منفية تستخدم فعل فيهم نجاح على طول الموضوع هنا سهل و بسيط فانا بقولك هل هو بيكتب email و بعد كده برضو ده سؤال و في السؤال هنا هنستخدم يا اما قلنا يا اما از يا اما ار عشان الفعل ده وهنستخدم طبعا ار عشان الفعل بتاعنا ايه يعني هل هو مرتدي نضارة number six بقول لي ميرا و بعد كده studying english now ناو برضو من علامات المضارع المستمر و الفعل في ing بقى استخدم له اما و ازا و ار فهنستخدم هنا isn't تحديدا عشان ميرا ديت اسم ايه مفرد seven what are your mom and الياء and الياء at the moment يبقى what are your mom and الياء مع وجود are اللي انت شايف هدية يبقى الفعل الاساسي بتاع السؤال يكون جاي وضاف له i and j وبالتالي هستخدم ايه doing ايت هنا بقولي who is بعد كده امالي ياسر دي بنا عاوز اقول لك ايه who is bravo عليك مع وجود is نستخدم الفعل اللي في الان جي فقول لك who is calling من المتصل nine هنبدأ هنا بare ولا is ولا does ولا do طبعا احنا عارفين do does بيجي معهم الفعل في المصدر هتبص على فعل السؤال هتلاقي ing بقى دول ما نفعوش هنستخدم is ولكن mona ده اسم مفرد يبقى هنستخدم عطول ايه is هقول لك is mona sweeping the floor now sweeping the floor يعني تكنس الارضية الان number 10 بقول هنا يعني هاني واخوه ماشيين الى المدرسة احنا عوزين نتكون السؤال هتبص هنا هتلاقي ان هاني واخوه ده اسم جامع وفي الجامع احنا بنستخدم ايه r طالما الفعل في ing السؤال number two معنا وسؤال تصحيل خطأ number one هنا بقول على ام علي يبقى عاوزين نقول هال ام علي بتطه واجبة الغداء طبعا ام علي هنا اسم مفرد يبقى احنا نستخدم ايه is وطالما هتحطها في الاول خد بالك تخلي اول حرف يكون طبعا هنا هتلاحز هنا ان كلمة ايه do you learn هنا الفعل في ing يبقى على طول وانت مغمد هتستخدم ايه هتستخدم ام او از او ار ومع ايو استخدم ار الحل على المدارع المستمر ده في منتهج البساطة number three بقول هو بعد كده ر هتبص على علي هتلاقي اسمه المفرد والاسم المفرد بيجي معاه is يعني علي بيرسل رسالة لمين احمد يعني احمد مش هيقدر او مش قادر ان هو يكلمك دلوقتي بيكوز بعد كده يبقى اكيد لانه بيعمل واجبه دلوقتي فعشان كده مش عارف يكلمك يبقى انت كده بتوصف ايه فعل في المدارع المستمر يبقى هاجي بعد هي احط لها is وبعد كده اجي على الفعل اللي هو does ارجع المصدر اللي هو do وبعد في اضيف له ing في بقى تصحي الخطأ is doing number number five number five بولي mona's father are reading a book برضو mona's father ابو mona ده اسمه مفرد يبقى استخدم is مش are يبقى بيقول هنا ان ابو mona بيقرأ كتاب بعد كده who are وبعد كده colin ali on the phone هتبصة برضو نفس الكلام هنا احنا بنقول مال المتصل يبقى المفروض المقصود هنا اسمه مفرد يبقى استخدم is colin زي ما استخدمنا في الاسئلة السابقة number seven بولي she is still وبرضو still من الكلمات الدلة على المطارع المستمر اللي معناها ماذالت يعني هي ماذالت تستخدم هي بقى her old mobile phone موبايلها القديم هتجي بص برضو على use ديت هتحط انجي عشان ازل اللي موجودة دي وطبعا هنا قلنا قبل كده الفعل اللي بيكون اخر طالما اللي في الاخر ديك مش منطوقة ما بتتنطقش بنحزفها وتضيف بعد كده انت لقيه الانجي فيبقى بالشكل ده using كده احنا خلصنا الاسئلة الخاصة بالكلمات وبعد كده حالينا الاسئلة خاصة بالجرامور هننجي بقى دلوقتي نحل اللي هي التمارين العامة والتمارين العامة ديت موجودة معنا من اول وان بقى كده في الفيديو صفحتين الصفحة دي والصفحة اللي كاية ركزها معاك كده وما تنسى ازا ما قلت التراك في الاول الفيديو تدعمنا باللايك والتعليق والشير ولو بتشاهدنا الاول مرة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان اوصلك تنبيهات بفيديوهات الفترة القادمة اول سؤال معنا اول سؤال الديالوج اشرف اس تلين ايمن اباوت اس فايفورت بلايس دائما لما يكون في جملة زي كده اقرأها الاول عشان بتعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه فبقولي هنا ان اشرف بيغبر ايمن عن مكان المفضل فايمن هنا بيقول الاشرف ايه ما مكانك المفضل فامل له وبعد كده قال له ما نعرفش هو الاسم مكان بس احنا ما نعرفش هنكمل عشان نعرف فقول له وبعد كده في هزي الحديقة يبقى اكيد قال له ايه قال له المكان مفضل بالنسبة له هو الحديقة اللي بالقرب من منزلي يبقى هنكتب هنا كلمة ايه park يبقى هي الحديقة او المنتزه للبجوار او بالقرب من بيتي قال له بعد كده احنا محتاجين لفعل هنا قال له اي كان سي انا بقدر اشوف يبقى اكيد كان بقول له ماذا يمكنك ان تراه انت بتشوف ايه هناك يبقى نستغدم الفعل اللي هو سي فقال له اي كان سي انا بقدر ارى وبعد كده يبقى عاوز يقول له انا بقدر اشوف كثير من الطيور والكلمة اللي بيجي بعدها وتدي معنا كثير هي نيجي بعد كده ليه ايمن هنا بيقول وبعد كده ايه بقى اما قال له نصر يبقى اكيد بيقول له ما الاي برافو اكيد بيقول له ما الحيوان يبقى يقول له فبيقول له هنا الحيوان اللي انت حابب تشوفه في يوم الايام قال له النصر اللي هو رجع عايما بقول له يعني ماذا ايضا يعني ايه ايضا انت بتعمله هناك يعني انت في الحضيقة بتعمله تاني غير انت بتشوف الطيور فاما قال له اي وبعد كده ماي كايت هتبص كده هتلاقي ان كايت موجودة والفعل اللي بيجي مع كايت هو الفعل اللي بيدي معنا يطير طيارة الورقية رجع قال له بعد كده هل انت بتستمتع بوقتك قال له نعم بالطبع السؤال نمبر معنا في الصفحة دي هو سؤال الباسج اللي احنا بنقرأ وبعد نجاوب على الأسئلة ركز بها معايا كده عشان تفهم معنا كل جملة ركاية بتحب الطبيعة يعني بيقول ان هي بتحب تمشي وتشاهد الاشجار والحيونات والورود والحشرات الحشرات دي يعني ممكن من ضمنها البيز اللي هو النحلة يعني محيطة بنا ما بتحبش البقاء في المنزل بتحب بالتواجد في الحضائق أو الحضيقة مكانها المفضل هو المنتزق والحضيقة العامة اللي هي بالقرب من منزلها يعني بتقدر تشوف أنواع كثيرة مختلفة من الطيور هناك يبقى هناك دي عيدة على مين لأنها هيجي اسألني عليها عيدة على الحضيقة اللي هي بجوال منزلها هي تمتلك التليفون يعني بتلتخذ صور كتير للورود واخد بالك أنها فوتوز عشان ما بتجي في الاختيار بتجي بعدها ايه يعني بتلتخذ صور كتير للورود والطيور بط ولكن ما بترسل شي رسائل نصية أو كمان ما بتعمل شي مكلمات فيديو يعني هي ما بتحبش تلعب ألعاب الفيديو بعد كده بقولي رقية يعني رقية بتحب كتابة مقالات عن الطبيعة تعالى كده يلا نشوف أول سؤال بقولي يعني أعطي عنوان مناسب لها زي الفقرة لما تحب تدي عنوان مناسب لها الفقرة انت بتيجي تاخد العنوان من أول سطر أو أول سطرين بيكون موجود الفكرة الرئيسية بتبقى موجودة في بداية البراجراف فالعنوان اللي هو اللي ممكن يبقى مناسب لها زي الفقرة هو ان احنا نقول مسلا ايه اول جملة موجودة حتى في اول جملة اللي هي رقاية يعني رقاية بتحب الطبيعة لانيا فعلا القطعة كلها بتتكلم على الموضوع ده يعني بتستخدم موبايل ها في ايه هنرجع كده للفقرة وطبعا احنا قلنا انها بتستخدم في التقاط الصور وبالتالي الاستخدام هو طبعا الاجابة هتبه من اول شي الحاد الجزء اللي هو بتاع كلمتي بيردز لان احنا عوزين نعرف يبتستخدم في ايه لكن اللي تحت ده ما بتستخدم الموبايل بتاع في السؤال number three ازاي نعرف ان رؤية بتحب الطبيعة هترجع كده هتلاقي ان هو بيقول ان يعني ايه يعني مكانها المفضل هو الحديقة وكمان هنقول ان هي بتحب تتواجد في الحديقة يعني ممكن نقول ان هي ويمكن نقول ان يبقى ده ممكن تبقى اجابة ندمجهم مع بعض وتبقى اجابة ايه واحدة ممكن اكتفي في الاجابة الحد هنا وتقول ان يعني بتحب التتواجد في الحديقة وممكن تدمج الجملة او تزود الاجابة كمان شوية عشان تبقى اجابتك النموزجية تقول ان هي ومكانها المفضل زي ما احنا قلنا مكانها المفضل هو لإيه المنتزق او الحديقة فانت كده بتأكد على انها بتحب تتواجد فين في الحضائق بشكل عام سؤال نمبر فور بقى اللي هو سؤال لتشوز بقول رقية يعني رقية ما بتعملش ايه وبعد كده كلمة طبعا هي اسمها ايه اسمها يعني هي ما بتعملش مكلمات فيديو نمبر فايف بقى الكلمات المجدود تحتها خطة هي كلمة بتشير الى بتشير الى طبعا احنا قلنا ان هي بتشير الى البارك واحنا بنقرأ نمبر سيكس يعني الفعل المجدود تحت خط ده بيعني ايه بيعني اللي هي الكلمة معناها لا تحب طب هي ما بتحبش ما بحبش يعني يعني بقرأ صح وبالتالي هستاذا هيت الفعل هي هو عكس love love يعني يحب والايك برضو يعني يحب عكسهم هما الاتنين بقى هي اللي معناها يقرأ اخر صفحة معنا في فيديو النهاردة السؤال اللي هو هنبدأ كده بيه حل السؤال الاول بقول لي وطبعا احنا عارفين ان لايك لما بيجي قبلها سواء في صغة الصغة المختصرة دي او الصغة الكاملة بيجي بعدها تول مصدر لكن لو ما فيش ود بنحط بعد لايك فعلي في هنا بيقول بعد كده يبقى هطلع زينا ان هو ايه الفعل اللي بيجي معه كلمة اللي هو عاوز طبعا اوضي ده وقت يبقى هو عاوز يقول ان انا بحب اقضي طول يوم في لعب العاب الفيديو ويقضي يعني وانا ان الفعل ده تحديدا لما وضحنا الفرق في المعنائين بتوعه ان معناه يقضي وقت وفي الحلقة دي بيجي بعده حاجة خاصة بالزمن وانا هو زي طوال اليوم يا اما بيجي بعده كلمة مانين بمعنى ينفق ينفق مالا اللي هو البغبغانات هي طيور جميلة هتبصي كده على الاختيارات هتلاقي ما فيش غير طائر واحد بس اللي في الاختيارات اللي هم مين اللي هو اللي هو النصور لكن طبعا اللي هي الفعلة نمبر ثري يعني انت لما بتيجي تغادر ايه وتسيب واحد او تطرق شخص ما بعد كده جود باي تهم يبقى بتقدر تعمل ايه تقولك مع السلامة بعم طريق ان انت بتشاور بيدك او بتلوح يعني ويلوح يعني ويف نمبر فور بوليه صار انت محمد وبعد كده طبعا احنا قلنا ان الفعل اللي بيجي معه اللي هو بيكون فيه لازم ان يكون جاي قبله ام او از او ار عشان يكون المضارع المستمر طبعا صار انت محمد ده اسم جمعي يبقى احنا نستخدم ايه ار يعني انا عادة بلعب العب الفيديو ايه بقى يطرى بوك لابتوب ماوس تيفي اللي بيتلعب عليه العب الفيديو هنا اللي هو ايه لابتوب طبعا انت اللي هو النملة بولي ان النملة يعني هو ايه انواع من الايه برافو النملة ده من الحشرات وحشرات يعني انسكتز طبعا كلمة ويلز اللي في الاخر ده لها حيتان سابعا عبارة عن محاسة بين اي و بي فاي بيسأل بيه بقول له what do you of this book وعاوز اخد رأيه فالتانا قال له it's wonderful انه رائع ولما تحب تاخد رأي حد في شي احنا شرحناها وقناها في الفيديو السابق وقنا تقول له what do you think of يبقى what do you think of معناها ما رايق فيه او ماذا تعتقد بشأن number eight will I وبعدك chess chess اللي هو الشطرنج line at the moment من علامات المضارع المستمر فهختار على طول ايه am playing nine what وعادي كده can you give to your friends يبقى what يبقى اللي تقدر تديها لأصدقائك طيب يبقى اكيد يقصد هنا advice نصيحة nature طبيعة lunch time وقت الغداء mistake يعني خطأ لا يبقى كده يعني بقولك من نصيحة اللي تقدر تديها لاصحابك فهنستخدم كلمة advice ten are you بعد كده a selfie with your mobile هتبص كده هتلاقي ان فيه am او is or لا ده فيه r هي تبقى على طول ده سؤال في المضارع المستمر فالتالي هنستخدم taken اللي فيها ing يبقى انا بسألك بقولك هل انت تلتقط selfie بالموبايل بتاعك السؤال number four بقولي هنا number one فيه بيقولي listen اسمع وطبعا كلنا عارفين اللي سن ولك من علامات المضارع المستمر طبعا هنا talks خطأ لان الجملة في المضارع المستمر يبقى خلي talks مضاف لها ing نشير من عليها الاس الاول بعد كده انت برضو هنا هتبص على r هتخلي الفعل بتاعك في الاستمرار على طول فتحط listen ing عشان اقولك هل انت بتستمع الى الموسيقى هل هي بتطير الطائرة الورقية هتبص برضو تلاقي الفعل بتاعي بسؤال مضاف له ing يبقى سؤالك في المضارع المستمر فتستودم am او is او are هتبص على شي يبقى شي بتاخد is number four they are make وبعد كده a video call هتبص هنا برضو في verb to be am is are تحط بعدهم الفعل في ing على طول فتبقى make ويقولتلك لو الفعل اخر e غير منطوقة بتشيلها وتحط ing اخر اخر سؤال معنا في فيديو النهار ده وسؤال ال باراجراف اللي انت بتكتف فيه 80 كلمة قلنا على الموضوع اللي بقولك which do you like more يعني ايوما بتحبوا اكثر بتحب بتحب الطبيعة ده حاجة up to you ترجعلك انت وبس هتضاير بقى شوية حاجات في ال paragraph I love nature لان اخترت ان انا بحب الطبيعة انا بحب الطبيعة بعد كده بقولك I like walking and watching trees animals flowers and insects all around us يبقى انا بحب المش وبحب اشاهد الاشجار الحيونات الورود والحشرات المحيطة بنا جميعا I don't like peeing in the house ما بحبش اتواجد في المنزل I like peeing in the garden and looking at the sky احب اتواجد في الحديقة وانظر الى السماء at school في المدرسة I always go outside at break انا دائما بذهب للخارج وبطلع برا الفصل يعني في الفصحة I don't go outside when it's very hot or cold بس الجو لما بيبقى حر جدا او برد جدا ما بطلعش برا also ايضا technology is very important for our life يعني ايضا التكنولوجيا مهمة جدا لحياتنا وفي حياتنا technology makes our life easier التكنولوجيا جعلت من حياتنا اسهل both كل من nature and technology كل من الطبيعة والتكنولوجيا are important for our life مهمة جدا في حياتنا او لحياتنا وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهار اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم يكون استفدتم منه لو عجبك بقى الفيديو انزل تدوس لايك للفيديو وعلق كمان بكومنت اسفل الفيديو ولو بتشاهدنا الاول مرة اشترك في القناة انت تدوس على المستطيل الاحمر اللي موجود عليه علامة اشتراك او وبعدها تدوس على علامة الجرس عشان يوصل لك شعور الفيديو الفيديو اشترك انشاء بقى انشاء الله على خير في قادم الفيديو ودمتم في صحة والسلام والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته